أي من جواد جروح قاصد للإمام من جواد جروح قاصد للإمام طغداد تبكي والمدينة تنحب فظلامة الصفط التقي تغرب نزل المصاب بآل بيت محمد فجواد طه ضامئ ومعذب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الفاجعة الأليمة ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام في هذه الحلقة الخاصة عن الإمام عليه السلام دعوني ورحب بضيفي الشيخ مصطفى الشير علي مرحبا بك سماح الشيخ وعظم الله لك الأجور بداية حتى ندخل بصلب ما مر به الإمام الجواد عليه السلام هو أهم نقطة في هذه السلسلة من الأحداث التي مر بها الإمام الجواد عليه السلام هو عمره الشريف ما هي فلسفة تولي الإمام الجواد بهذا العمر المبكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة عبر الإمام الرضا سلام الله عليه قبل ولادة الإمام الجواد أنه سيولد المولود الذي لم يولد مثله في الإسلام أعظم وبركة منه عن ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه وقبل الإمام الصادق سلام الله عليه يدخل عليه أحد أصحابه فمعه ولد صغير كأنه بعمر ست سنوات فيقول له الإمام الصادق سلام الله عليه أنكم ستختبرون يوما أيها الشيعة بمثل سنه بمن هو بمثل سنه إشارة للإمام الجواد سلام الله عليه أولا هي حالة ليست غريبة نعم موضع اختبار كانت إلى الشيعة بشكل أكبر لكن هو موضوع ليس غريبا إذا ما قرنا مع ما جرى مع نبي الله عيسى عليه السلام أو مع نبي الله يحيى آتيناه الحكم الصبية مثلا ونطق مع عيسى أنه جعله الله نبي وهو بهذا السن إذن هذه حالة قرآنية وموجودة أنه يكون الإمام بهذا العمر الصغير كان فيه فائدة أولا اختبار للشيعة كما قلنا بحيث وصل الاختبار علية أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه مثل يونس بن عبد الرحمن أو الريان بن أبي الصلت بحيث جرت المحاورة أنه إحنا الآن بعد شهادة الإمام الرضا سأل أحد الأصحاب أنه إلى وين نتجه الآن من الذي ينسئل في أحكام ديننا فإجابه أبي الصلت الهاروي قال له أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد هذا الأمر في أحد فلو كان عمره يوما واحدا لجعله الله حجا ولو لم يكن وكان عمره ألف سنة لما كان حجا فبالتالي سواء كان عمره يوم كعيسى بن مريم أو أكثر بقليل أو يكون عمره ألف سنة هذا شيء ما يفرق عند شيعة أهل البيت وعند الأئمة سلام الله عليه وكأنه تمهيد للإمام الهادي سلام الله عليه لأنه إما بنفس السن أو بأقل من وإلى الإمام الحج عجل الله تعالى وفرجه الشريك واللاحظ الظاهرة بدأت من الإمام الجواد بقضية العمر ومن الإمام الهادي بقضية الابتعاد عن المجتمع والغيبة عن الأنظار يعني كانت مثل التهيئة تهيئة لابد من التهيئة حتى لا تكون صدمة خصوص أنه الشيعة الآن أغذوا الصدمة الأولى لكن الصدمة الأولى مو كانت بدون مقدمات لا كان لها مقدمات من المعصومين من شخصيات كبرى مثل علي بن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه المعبر عنه بعلي الخير رضوان الله تعالى عليه علي الخير نقدر نقول ابن الإمام الصادق سلام الله عليه عم الإمام الرضا يعني بمثابة جد الإمام الجواد لأن أخه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه هذا علي الخير علي بن الإمام جعفر الصادق لما يشوف الإمام داخل إلى المسجد وهو كان عالما جليلا فقتا ثبتا في الحديث وقاعدين مشايخ الناس يتلمذون على إيده فيدخل الإمام الجواد سلام الله عليه وهو صبي بعمر الصبا فيقوم من مكانه ويروح يقبل إيده الإمام الجواد سلام الله عليه ويصف نعله فيقول يا عم اجلس رحمك الله لا تفعل هذا يا عم اجلس قال اجلس وانت قائم هذا تبيان لمقامة الإمام الجواد عليه السلام فالشيعة تفاجأ وبعد ما أكمل كلامه مع الإمام الإمام أراد أن يرجع يقول فقدم له النعل نعل الإمام سلام الله عليه هؤلاء كانوا في ذهول إنه رجل شيبة بمثابة جد للإمام الجواد هكذا يفعل فلما رجع لامو قالوا له يا مولانا يا سيدنا يا علي الخير كيف تفعل هذا قال ما أفعل قالوا له هذا بمنزلة أحفادك قال ما أفعل إذ لم يختر الله هذه الشيبة وقبب على لحيته لم يختر الله هذه الشيبة واختارها لهذا الصبي أعوذ بالله مما تقولون أنت هذا قولكم شر وأنا له عبد شوف منتهى التسليم الآن من علي الخير وهو بمثابة جد للإمام الجواد لما سألوه من الإمام بعد الإمام الرضا مباشرة لما وصل خبر شهادة الإمام الرضا سألوا علي اللي هو بعد من البيت قال لهم الإمام هو أبو جعفر أبو جعفر طبعاً كانوا أهل البيت يكنون منذ الولادة يكنون بأسماءهم سلام الله عليهم أنه هذا أبو جعفر مثلاً أبو محمد أبو الحسن فقاله هو أبو جعفر أحسنتم سمعتني الشيخ إذا تسمح لي أخذ فاصل حتى نكمل بقية الزال مشاهديني الكرام فاصل قصير ثم نعود معهم جروح قصد للإمام طلب عند مني تدعيني بكلام طلب عند مني تدعيني بكلام أردح الفاب الرضا قدروا مقاماً أهلاً وسهلاً بكم مشاهديني الكرام أعود مع ضيفي لهذه الحلقة الخاصة عن الإمام الجواد عليه السلام الشيخ مصطفى الشير عليه وأحب بكم مرة أخرى سمعت الشيخ هناك نقطة مهمة في حياة الإمام الجواد وغريبة صراحة أن المأمون قام بخطوة وهو تقريب الإمام الجواد منه مكانياً ما السبب وما الداعي لهذه الخطوة بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة إلى المأمون العباسي هو أخبث خلق الله نستطيع أن نقول أخبث خلق الله بعد عمر بن عبد العزيز هذا الرجل حاول بذكاء شديد القضاء على المعصومين يعني مثلاً كان اللي قبله يحاولون أن يغضون على المعصومين بطريقة الاغتيال بالسم أو القتل مثلاً مثل ما جرى مع الحسين سلام الله هذا لا كان يريد يغتال المكان والمقام مو اغتيال بالقتل إلى أن فشل في اغتيال المقام يعني الإمام الرضا سلام الله عليه لما كان في ولاية العهد حاول أنه يبين للناس أنه هذا جايز طالب سلطة فشل في هذا الأمر تعال خلينا نسوي له اختبار علمي بل كتيف شل الإمام الرضا ويسقط في عين الشيعة وفي عين الناس نجح الإمام الرضا وزادت الشهرة وزاد المقام إلى أكثر الناس قالوا ما كوا مثله يعني نفس اللي ناظره من بقية الديانات كانوا يقولون ما كوا مثل للإمام فشلت هذه الخطوة يا الله يا الله سعى إلى الخطوة الثالثة وهي قتل الإمام بالسم الإمام الرضا بعد سنة من شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه أرسل في طلب الإمام الجواد طمعا في عدة أمور أولا الإمام صغير السن هذا يطمع فيها أكثر يعني يطمع من أجل السيطرة عليه بالضبط فأرسل إليه أنه تعال إلى بغداد وقرب إليه فقال بلكت أيضا أنه أفشل بالمقام العلوي فأيضا جرت قضية المناظرات المعروفة مع يحيى بن أكثم ومن هوان الدنيا على الله أنه يخلون يحيى بن أكثم يناظر الإمام الجواد لماذا؟ لأن اللي يبحث عن تاريخ يحيى بن أكثم رح يلقى مسألة أخلاقية خطيرة مرتبطة بهذا الرجل زين وقاضي قضاة المسلمين والتكملة في جوجل أفضل أفضل أنه اللي يريد يبحث عن يحيى بن أكثم يبحث تصور قاضي قضاة المسلمين بوضعية أخلاقية معينة هذا يجيبه حتى يناظر الإمام الجواد سلام الله عليه لما يناظر الإمام الجواد أول سؤال قضية الصيد المعروفة أنه محرم قتل صيدا قبل أن ندخل هذا موضوع المناظرات هو ليس لأجل نشر العلم لا 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 من أجل الإغتيال المعنوي وكان التصور الذي يحصل لأنه الدولة العباسية ترعى العلماء وتدخل المناظرات إذن الموضوع ليس بهالصورة لا أبدا بالعكس هم أرادوا القضاء على أهل البيت المأمون أراد القضاء على أهل البيت عن طريق القضاء على المعنوية يعني أنه يمتازون بالعلم أذوله ليس علماء ولذلك كان يطلب يقل لي الواحد اسم المروزي أو المروزي يقل لي أريد ولو مسألة واحدة تفشل بها محمد الجوات حتى أقيم الحجة لأنه أقول شوفوا هذا اللي يقول إمام شوفوا شون يفشل فيه جواب المسائل ولذلك حتى المعتصم سعى لذلك ولكن أيضا فشل جرت فت قضية إذا تسمحون بذكرها أنه دخل واحد على المعتصم اعترف بالسرقة قال أنا سرقت الآن السارق كون يقطعون إيده سأل الفقهاء اللي موجودين بمن فيهم يحيى ابن أكثم هذه القضية في زمن المعتصم مو زمن المعمومة معتصم اللي هو قتل الإمام سلام الله عليه فقال له شنو الحكم فكل فقيهة أذلى بدلوه قسم قال يقطع من هنا قسم من هنا الإمام الجوات ساكن فالمعتصم التفت للإمام الجوات قال له جاوبنا أنت الآن شنو رأيك بالموضوع الإمام سلام الله عليه قال لي قال له دعني من الجواب أذول أفتوا وخلص قال لا دعك منهم عيفهم أنا أريد أسمع منك بل كت يتمكن يعني من الإمام فالإمام سلام الله عليه قال تقطع من أطراف الأصابق الكل تفاجئ قال له لما يا ابن رسول الله قال له لأن المساجد لله في الآية المباركة المساجد لله فهذا مسجد والمسجد لا يجوز أن يقطع احنا عدنا سبع مواضع للسجود هذا ما يجوز أن يقطع بالتالي فبالتالي ما يقطع هو أطراف الأصابق فأسقط ما في يدهم واللي يقلمك أنه هذه القضية كانت السبب الرئيسي في قتل الإمام الجواد سلام الله عليه لأن أحد العلماء اللي فشلوا في الجواب إجا بعد يومين إلى المعتصم وقال له قال له أنه أنت فضلت قول الجواد هذولة باتش راح يقولون شوف هذا عام فقهاء أو راح إلى هذولة إلى فقيه الإمامية وإمامهم الجواد اللي بينه وبين أسلافه كذا كذا من المشاكل فلذلك بعد هذا السبب إلى الإمام سلام الله يعني هذا الدافع الوحيد أما هنا بدوافع لإغتيال الإمام الجواد أول شيء أنت عندك دافع من أنا أعد ثلاثة دوافع هي كلها اغتيال دافع علمي بل كتيفشل في مسألة من المسائل اللي الإمام نجح فيها نجح باهر وبيّنها بشكل قاطع المسألة الثانية بل كت يخطئ أخلاقيا يعني مثلاً كان يرسل الجواري لما يدخل إلى القصر يؤمر الجواري أنه من الجانبين يصطفن ويلبسن أجمل الثياب بل كت الإمام الجواد أنه ينظر نظرة واحدة يقول مع ذلك الإمام ما كان ينظر هذه المرحلة فشلت بالتالي أنت تتصور إذا قالوا أنه الإمام ينظر إلى جارية بعينها نظرة ريبة ماذا سيحدث مرة مثلاً يأمرون أنه واحد اسمه مخارق هذا يضرب عود مطرب في ذاك الزمان بعد ويوجد له بالعطاء هذا كان إذا ضرب العود طربت جميع فقل له له إذا إجى الجواد المأمون أمره قل له إذا إجى محمد الجواد اضرب العود بل كت شوية يطرب ويانا شيء يقول لما دخل الإمام أبو جعفر سلام الله عليه ورأى هذا الرجل وبدأ يضرب بالعود ناداه بكلمة عجيبة لعنك الله يا ذا العثنون بما معناه دلالة على أنه رجل مثل الديوف يعني فيقول فسقط المضرب من يده والعود من يده يقول وارتاع من ساعتها ولم يعمل بيده بعد ذلك بحيث المأمون العباسي إجا يسأل مخارقي يقول له شنو القضية أنت ليش بعد ما تقلل قال صاحبي صيحة أبو جعفر لا أفيق منها أبدا فالآن لا الاغتيال العلمي نجح لا اغتيال المقام الأخلاقي والإلهي للإمام الجواد نجح فما يلتجئون إلا إلى الوسيلة الثالثة بالمناسبة بما أنهما استطاعوا الدخول إلى الإمام من خلال الجواري فلذلك كانت خطة الزواج من أم الفضل حتى يعرفون الأسرار اللي عند الإمام باعتبار هي تدخل داخل تدخل داخل البيت فتفاجأوا بحياة الإمام حتى بعض الناس للأسف الشديد انخدعوا يعني واحد كان يقول يقول هذا الجواد يعني اعذرني منها خلي أتكلم بكلام ناسنا وللأسف الشديد بعض ناس نيفكرون بهذه الطريقة حتى عن العلماء مو؟ قال هذا الجواد الآن محمد الجواد صحيح بالرسول الله لكن هذا وين يتركها العيشة هذه وهذا اللحن باعتبار دخل القصور وهذه الحياة المطرفة يقول أنا بيني وبين نفسي دا أتكلم والإمام الجواد دا يتوضي يقول فالتفت إلي قال يا فلا لخبز شعير وملح جريش في جوار رسول الله أحب إلي من هذه الدنيا الله أحسنت سمعت الشيخ طبعا بهذا الكلام الطيب انتهى وقت الحلقة عظم الله لك الأجر مرة أخرى وشكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين الكرام عظم الله وجورنا ووجوركم بهذا المصاب الجلل مرة أخرى وشكرا للمتابعة وفي أمان الله وحبه أي من جواد جروح قاصد للإمام من جواد جروح قاصد للإمام اشتركوا في القناة